السلام عليكم انت بقى اي وصفة او اي فيديو شفتي قبل كده عن الكوارة بجد الفيديو ده هيغير مفهومك عنها تماما يعني لو انت ما بتحبهاش بجد بعد الفيديو ده هتحبيها جميلة جدا ولزيزة بجد طريقة مختلفة خالص عن اللي شفتيها قبل كده بس اول حاجة لازم تتحقق للكوارة لما تيجي تشتريها تكون بيضة ونديفة ورحتها حلوة ويكون الضفر من تحت بتاعها احمر كده مايكونش لونه متغير هنسلقها بقى في مية فيها بسنة متقطعة وقوطة متقطعة وكان فاستطوم وبهاراتها بسيطة جدا معلقة فلفل اسمر ومعلقة كوزبرة نشفة ومعلقة كمون مش اكتر من كده عشان متغيريش طعم الشربة وهبدأ بقى ان انا هعمل لها صلصة بس اول حاجة هعملها للصلصة ان انا هضرب القوطة مع الفلفلية الخضرة دي في الخلاط بيديني طعم لزيز جدا للصلصة وهبدأ بقى ان انا هجيب طوصة كده على النور وهحط فيها معلقة الزيت ومعلقة الزبدة ولازم معلقة الزيت قبل معلقة الزبدة علشان الزبدة لما تنزليها على الطوصة على طول بتتحرق طبعا زي ما احنا عارفين احنا بنحط معلقة الزيت دي كحماية للزبدة وهبدأ بقى كده اقلب فيها لحد ما تفك معي خالص معلقة الزبدة وهبدأ ان انا ننزل بمعلقة طون كبيرة مفرومة بالشكل اللي انت شايفها ده وهو ده اقلب فيها لحد ما حس ان هي راحتها تلعت بلاش لونها يتغير لان لو لونها تغير بتديني طعم مش حلو خالص وممرر ما بيبقاش طعم حلو يعني هو اي وصفة حضرتك هتعمليها فيها توم بلاش يعني لونه يتغير يدوبك بس هي انت بتشمي ريحته وبتبدأ تنزلي بقية المكونات بتاعتك بالشكل ده كده هبدأ بقى ان انا هحط معلقتين خلو كبار عليها شكل ده كده وهقلب لحد ما حس ان هي اي ما تغلي هبدأ ان انا نزل عليها بعصير الطماطم لو انت بقى اول مرة بتشوفي قناتي اشتركي وفعالي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ولو عجبك بقى الفيديو اعملي لايك بجد انا متأكد ان الوصفة دي بالنسبالك هتبقى مختلفة جدا وهيلة ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك وبجد هتعجب ولادك وبإذن الله هيكلوها وبيحبوها بعد كده هبدأ بقى ان انا ننزل بعصير الطماطم وانا بحب استعمل عصير الطماطم من الفرش لانه بيبقى طعمه احلى اه واجمل كتير من السلطة وقافية كمان هبدأ بعدنا ننزل بالبهارات بتاعتي كده معلقة سكر ومعلقة بابريكا معلقة فلفل اصمر معلقة كمون ومعلقة ملح والملح طبعا حسب زوقك هقلب بقى واسبها تتبخر كل السواد اللي فيها وهقولك هنعمل ايه بعد كده الكوارع بتاعتي بقى استاوت هحطها بقى في الطاجن هروسها في الطاجن كده بالشكل ده طبعا انا مولع الفرن بتاعي يسخل على درجة حرارة 200 وهبدأ ان انا هحط على وشها الصلصة اللي انا عامليها بكد الصلصة دي هتوديلك الكوارع في حتة تانية خلص طعم وطريقة مختلفة جدا الشكل ان انت شايفها ده ما بتاخدش وقت في الفرن هي خدت مني بالضبط بالضبط خمسة وعشرين دقيقة اه يا دوبك هي بس وشها بيحمر انت بتبس ان انت تطلعيها من الفرن هي اصلا مستوية يعني مش هتحتاج ان هي بتاخد وقت ولا اي حاجة ان شاوله لذيذة وجميلة آآ وكمان سهلة وطعمها مختلف آآ آآ جدا وكمان جديد. طريقة جديدة جدا. الشكل اللي انت شايفها ده كده. انا هدخلها بقى الفرن لمدة خمسة وعشرين دقيقة على درجة حرارة متين. وهتلحها وهواريك شكلها هيبقى عامل ازاي. بس يبقى بعد ما طلعت من الفرن زي ما يكون ما شوية بالضبط. لذيذة وهيلة. جميلة ان شاء الله تعجبكم. ما تنسيش بقى الاشتراك وتفعالي الجرس. لو عجبتك بقى اعملي لايك.